موسيقى مساء الخير متابعين في المملكة العربية السعودية نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طاقص العرب نهار اليوم سادة أجواء غير مستقرة في المنطقة الشمالية الشرقية المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى والجنوبية الغربية كان نتيجة لتأثر هذه المناطق بأحوال جوية غير مستقرة أو حالة ضعيفة من عدم استقرار الجوي وعطلت زخات متفرقة من الأمطار خلال أيام القليلة القادمة تستمر الأحوال الجوية غير مستقرة بالتأثير في العديد من المناطق سنستعرض تفاصيلها في هذه النشرة لكن لا بس نبدأ نشرتنا باستعرارة المحاور الرئيسية التي سنتحدثها وهي أحوال جوية غير مستقرة وزخات من الأمطار في العديد من المناطق ودرجات حرارة تبقى باردة نتيجة لبقايا الكتلة الهوالية القطبية التي تعثرت بها المنطقة الشمالية من المملكة خلال أيام القليلة الماضية صور الأقماء الصناعية منتقتها خلال ساعة صباح اليوم توضح انتشار كميات كبيرة من الغيوم المتوسطة في المنطقة الشرقية المنطقة الشرقية الوسطى والجنوبية الغربية هي حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي عملت هذه الغيوم على هطول زخات متفرقة من البطر بينما سادة قصافي في المنطقة الشمالية وعموم المنطقة الغربية استعرضت الآن وإياكم خراءة توزيع الأمطار المتوقعة من يوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء يوم الأحد استمرت هذه الغيوم المعطرة بالتأثير في الأجزاء من المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى والشرقية والجنوبية الغربية وهطلت زخات من الأمطار توقع أن تستمر هذه الأحوال الجوية المستقرة خلال ساعة ليلة الأحدة إلى الثنين لكن يوم الثنين تتراجع قليلا شدة هذه الأحوال الجوية المستقرة أو الغير مستقرة عفوا على أن تشتد مجددا اعتبارا من ليلة الثنين على الثلاثاء ويوم الثلاثاء مع امتداد لمنخفض البحر الأحمر بالتزام المعوجود لكتلة هوائية باردة في المنطقة الشمالية الشرقية ستعمل على تجدد هذه الأحال من عدم الاستقرار الجوي واشتدادها خاصة في المنطقة الشمالية الشرقية والشرقية من المملكة يوم الثلاثاء لكن اعتبارا من مساء يوم الثلاثاء تم تدحى تعدم استقرار الجوي نحو المنطقة الشمالية من المملكة تشمل أجزاء من منطقة التابوك والجوف بالإضافة لاستمرارها في باقي مناطق تحديدا باقي مناطق الشمالية الشرقية الشرقية الوسطى والجنوبية الغربية استعرض الآن ويكم خرارة توزيع درجات الحرارة في طبقات الجو المتوسطة يوم الأحد تستمر هذه الكتلة الهوائية القطبية وبقاياها بالتأثير في المنطقة الشمالية حيث يسود تقص بارد في عمو هذه المناطق درجات الحرارة تبقى أقل من معدلاتها مثل هذا العام بالمقابل تستمر المنطقة الغربية وجنوبية تتأثر بأجواء دافئة نوعا بسبب كتلة هوائية دافئة اعتبارا من مساء يوم الاثنين يمتد منخفض البحر الأحمر ليتمركز إلى الشمال الغربي من المملكة تمتد معه هذه الكتلة الهوائية الدافئة ترتفع درجات الحرارة في المنطقة الشمالية الغربية لكن تبقى باردة في المنطقة الشمالية الشرقية مع وجود هذه الأنظمة الجوية أي كتلة هوائية دافئة في الغرب وباردة في الشرق ستنشأ حالة جديدة مع عدم الاستقرار الجوي اعتبارا من يوم الاثنين تستمر خلال عدة أيام تشمل العديد من المناطق تشمل منطقة الشمالية الشمالية الشرقية والشرقية والوسطى والجنوبية الغربية هي التي استعرضناها خلال الأخرى السابقة لتوزيع الأمطار تستمر الأحوال الجوية غير مستقرة ودرجات الحرارة المنخفضة في المنطقة الشمالية خلال منتصف هذا الأسبوع قد تستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة تقص غام جزي 13 درجة مياوية الملموسة 12 أرطم مرتفعة والرياح تكون غربية معتدلات أسرع نوقف العاصمة الرياض والتوقعات الجوية الثلاثة أيام القادمة يوم 22-23-13 يوم الثلاثة أحوال جوية غير مستقرة تنخفض درجات الحرارة 20-13 يوم الأربعات تستمر الأحوال جوية غير مستقرة خلال ساعة النهار 20 درجة مياوية أم الصغرى 13 درجة مياوية مع طاقص غائم جزي إلى أن تنتهي نشرتنا إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر